وصل قرابة 765 مهاجر على متن سفينة تابعة لمنظمة أنقذ الأطفال إلى ميناء كتانيا في سقلية وبحسب المتحدثة باسم المنظمة جيفانا دي بينديتو ضمت المجموعة العديد من الأسر ونحو 50 قاصر لا تصحبهم عائلاتهم مضيفة أن بعضهم كان يعاني من اضطرابات لقضائهم فترة طويلة في عرض البحر ويتزامن القتال الدائر في ليبيا خلال الأيام العشرة الماضية مع طفرة جديدة في أعداد السفن المغادرة في حين شهدت معدلات عبور المهاجرين للبحر من السواحل الليبية خفاضا حادا بداية من يوليو تموز بسبب نشاط خفر السواحل على سواحل سبراتا بعد إبرام اتفاق مع الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة وتضطر الأوضاع الأمنية المتردية في البحر المتوسط العديد من المنظمات الإنسانية لوقف أعمال الإنقاذ التي تقوم بها في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على خفض تدفق المهاجرين على أراضيها بعد وصول قرابة 600 ألف منهم منذ عام 2014 معظمهم من ليبيا